يا جبارا علي من مرز ظلم استحش الليل والكون ارتبك واتحي يا ربا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وآلاف اللعائن على أعدائهم ومبغضيهم ومرتبيهم بغير مراتبهم التي رتبهم الله فيها إلى قيام يوم الدين علي صلوات الله وسلامه عليه ذلك الجبل الشامخ ذلك العلم الفذ ذلك الوتر في العلم والعمل والجد والاجتهاد كانت بحقه آيات وجاءت مدحا له معضدة له أحاديث وروايات سنعرج على آيات كانت قد نزلت بحقه وفيه ثم ننطلق في أفق رحب واسع مع روايات أهل بيت لعصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بحق أمير المؤمنين بالحق علي صلوات الله وسلامه عليه بادئ ذي بدء أستميحكم عذرا مشاهدين الكرام لأقول إن عزاءنا اليوم عزاء العلم والعمل عزاء العمل بحب علي عزاء العمل بعزاء علي حتى ننطلق مع علي في قوس الصعود نحو رب العزة والجبروت معنا وإياكم ورحبنا به خادم الزهراء الشهيدة سلام الله عليها سمحت الشيخ مهدي الطرفي حياكم السلام عليكم الله مولاي العزيز بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأب القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المحصومين المنتجبين تحيتي وسلامي ودعائي لك سماعة الشيخ حفظك الله ورعاك وإلى الإخوة والأخوات الأعزاء المشاهدين جزاهم الله خير جزاهم عظم الله لكم ولهم الآجر ولمولانا صاحب العصري والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف نعم سواء الشيخ اليوم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه مع الأسف الشديد نرى لبعض ينظر إليه أنه إذا كان معضد من قبل القرآن فهذه خصيصة يمتاز بها أمير المؤمنين يعني البعض يقيس أمير المؤمنين على أنه أين هو في القرآن الكريم أين ذكره أين مدحه بعد أن فرغتم يوم يعني في الحلقة الماضية من الكلام حول قضية أمير المؤمنين كيف كان صفة وإسما وقرينة وعددا كيف كان في القرآن الكريم الآن نريد أن يعني عفوا عذرا بمحضر الجنابكم محضر الإمامين سلام الله عليهم محضر جنابكم كيف نوضح العلاقة بين أمير المؤمنين والقرآن الكريم كيف طبق أمير المؤمنين على القرآن الكريم مولانا العزيز نحن بعقيدتنا على أن كل أهل البيت سلام الله عليهم هم القرآن الناطق فإذا كان هذا القرآن قرآن صامت فعلي عليه السلام هو القرآن الناطق يعني بالأحرى أن نقول القرآن دستور يطبقه علي بن أبي طالب سلام الله القرآن صامت وعلي قرآن عملي متحرك متحرك يعني هذا قرآن نظري أقيم الصلاة يحتاج إلى عمل أو لا يحتاج إلى عمل طبعا يحتاج إلى تطبيق وإلى عمل على اعتبار أن ذلك مفهوم مفهوم بارك الله فيك ويحتاج إلى مصداق فمصداق هو علي والأئمة من ولده صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فعلي بن أبي طالب هو المصداق له ولهذا الدلال على ذلك بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون خير التطبيق للقرآن الكريم فعلي بن أبي طالب هو القرآن الناطق أنا أتخطى الرواية الرجل كان يقرأ القرآن في منتصف الليل شيخنا فمر الإمام سلام الله عليه مع أحد أصحابه من بيت هذا الرجل صوته كان عذبا جدا كان جميل وعذب وكذا فالصحابي اللي هو من أصحاب الإمام سلام الله عليه قال له ما أعذب صوت هذا الرجل ما أجمل صوت هذا الرجل الإمام قال له لا يغر أنك ديدنه شوي أصبر لأيام صار الحرب في البصرة بين أهل الباطلي وأهل الحق لأن الحق أكيد يقابله الباطل إحنا ما عدنا حد وسط هي لو جنة لو نار جنة حق نار باطل فإذا أكو حق يحاربه شيء فأكيد الطرف الثاني ماذا يكون باطل فإذا كان علي بن أبي طالب من المتيقن هو الحق فأكيد كل من يحارب علي بن أبي طالب هو الباطل بالدليل العقي والنقل خلاص جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فالحق هو علي بن أبي طالب بلا شك فإذا آني أو غير أو أي شخصية حاربت الإمام علي فهذا هو الباطل لأن علي مع الحق والحق مع علي قاعد فصار الحرب بين علي بن أبي طالب وبين أهل الباطل خلاص الحرب والانتصار لعلي عليه السلام فمر الإمام علي عليه السلام ينظر إلى القتلى الهلك بالأحرى النقل شاف لواحد مبضع مطبر ميت هالك بالأحرى النقل التفت الإمام إلى أصحابه قال أسندوه قعدوه قعدوه قالهم اكشفوا عن صدره كشفوا عن صدره وإذا معلق على عنقه وفي عنقه قرآن قرآن معلق زين صاحب لهذا صديقة من أصحابه قال تعالج قال أتعرف هذا قال لا يا سيدي ومولاي قال هذا قارئ القرآن الذي كنت قد أعجبت بصوته هذا صاحب الصوت العذب هذا الآن يحفظ ويقرأ القرآن الصامت ويلعن ويقاتل القرآن الناطق وهو علي بن أبي طالب وإلا أبن مرجم ما كان يقرأ القرآن أبن مرجم كان يقرأ القرآن وإلا متى صمم قتل الإمام عليه عليه السلام صمم على قتل علي بن أبي طالب في صلاة الليل كان يوصل لصلاة الليل وبعد إتمامها صمم ورتب مع الملعونة زيان على قتل علي بن أبي طالب سلام الله علي فإذا موجود قال علي بن أبي طالب هو القرآن الناطق الذي لن في صامله لن في صامله فعلي بن أبي طالب هو التطبيق العملي للقرآن الكريم أنا أحب أن أنوه على قضية إن شاء الله بعدين أنا خلال الكلام أشير لها في قضية سارت معنا فضل مولانا نعم عفوا أنتم الآن بعد أن أوضحتم هذه العلاقة بين أمير المؤمنين سلام الله عليه وبين القرآن الكريم الذي أتى لي وعضت أمير المؤمنين فمرة يمدحه مرة يذكر أصحابه مرة يذكر أعداءه بطريقة حديثة قديمة طريقة مناسبة للزمان والمكان مناسبة لاختلاف الشعوب مناسبة لاختلاف الطبقات للثقافات الآن هناك إشكالية سمعت الشيء الإشكالية البعض يريد أن يقول أن القرآن هو الإسلام وانتهى يعني يقيس كل شيء على القرآن الكريم حتى عندما تريد أن تتكلم معه بمسألة يقول لك أينها في القرآن الكريم وكأنه يتناسى أن صلاة الصبح ليست مذكورة بعدد ركعاتها في القرآن الكريم صحيح طبعا القرآن مولانا يحتاج إلى الشرح ويحتاج إلى تفسير ويحتاج إلى تأويل وكما ذكرنا سلفا في الحلقة الماضية على أن القرآن له ظهر وله بطن نحن الآن الأمة الإسلامية الأمة الإسلامية جمعاء الآن تختلف في ظاهر القرآن فما بال بطن القرآن ظاهر القرآن الآن نختلف كل يفهم من القرآن شي زين كل يفهم من القرآن شي القرآن يعطي القواعد يعطي الأسس لكن هذه الأسس والقواعد تحتاج إلى شرح يعني كما ذكرتم أن الصلاة ما مذكورة بعدد ركعاتها ما مذكورة مسائل الصيام ما مذكورة مسائل الزكاة مثلا هاي بس في جانب العكام الشرعية هاي تحتاج إلى تشريح تحتاج إلى تفسير القرآن قال أقيموا الصلاة وخلص قال آتوا الزكاة وخلص وما غنمتم من شيء فأن لله خمسه خلص زين فتحتاج إلى شرح هذا شرح من الذي يفسره يفسره الراسخون في العلم اللي هم محمد وآل محمد فحسب فقط فالقرآن قوائد عامة دستور هذا الدستور يحتاج إلى شرح أنا نقل لك شيء دخلنا في إحدى المؤتمرات أتخطر أو دخل عندي رجل جلس عندي بجنبي رجل صاحب لحية عالية أو شكل عجيب يعني لبس عجيب غريب زين فتشي عجيب كان لبسه حتى العكازة العوشية العكازة اللي ماسك هبيدة فتشي عجيبة يعني قاعد يا ابني زينانة معم ملابسة عمامة وكذا التفت إليه قال طبعا بعد السلام وكذا قل لي أرافضي أنت قلت له نعم رافضي هو الشكلة لا سني لا شيعي لا وهابي لا كذا ما ينعرف الشكلة شنه يعني أكو بعض الناس تعرفهم بأشكالهم نعم شيعي قال لي ماذا تقول عن علي بن أبي طالب هذا كلامه ماذا تقول عن علي بن أبي طالب قلت له علي أمير المؤمنين سيدي ومولاي ومقتداي وخليفة رسول الله وعبد من عبيد الله عشار إلي قال لي هذا خطأكم أيها الروافض هذا خطأكم أن تعتقدوا أن علي بن أبي طالب عبد من عبيد الله قال وكيف قال علي هو الله علي هو الله طلع شنو هذا علي الله مغالي وكان كبير المغالين كبير الغلاة كان عرف نفسه على العموم فقلت له كيف هو الله قال لي حتى في قرآنكم علي هو الله قال عجيب حتى في القرآن قال في القرآن عندنا عندكم آية في القرآن تدل أن علي بن أبي طالب هو الله قلت له عجيب وين في أي آية حقيقة أنا أخذتني حالة الاستقراء والتعجب والحيرة أكو آية في القرآن تدل على أن علي بن أبي طالب هو الله قال لي نعم أنا ثبت لك قلت له كيف قال لي الآن أنا سألك من الذي صلى على رسولكم الذي صلى على النبي من الإمام علي عليه السلام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه هو الذي صلى على النبي بلا خلاف كأنه استشهد بأن الله ملائك خلص فإذن علي بن أبي طالب هو الذي صلى على النبي قال نعم التفت إليه قال الله يقول يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي فإذن علي هو الله عنده شنو عنده ملائكة ويصلى علي بن أبي على النبي قال الله أنت شنون أنا قلت كلمة أخرى قلت له شو أنت تعبان إذا كل من يأتي ويفسر القرآن كما تفسر القرآن أنت فعل الإسلام السلام وهذا الإنسان ما كان يصلي ليش ما يصلي قال الله يقوله لا تقرب الصلاة زين شو تأخذ أنت قسم من القرآن تعمل ببعضه وتترك لبعض الآخر زين لا تعرف من القرآن شيئا زين تأخذ بظاهر القرآن ولا تقبل من كان فيها أعمى فهو في الآخرة أعمى وأظل سبيلا زين هذا ظاهر القرآن لكل من أعمى يدخل إلى النار طبعا هذا ظاهر القرآن يحتاج إلى ماذا يحتاج إلى تأويل ويحتاج إلى تفسير هذا التفسير وهذا التأويل بيد من بيد لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه جوهره باطنه بارك الله فيك لأن المس على الشيء المعنوي واللمس على الشيء المادي هذا ماذا يقال هذا اللمس المس على شيء معنوي ولهذا القرآن ما قال لا يلمسه قال لا يمسه لا يمسه الآن لما ترجع إلى بيتك واحد يمأذيك بكلمة من الناس زوجتك يسألك يقول لك بابا أنت ليش متأذي ليش متأذي أنت شو تقلها تقلها فلان مس كرامتي لم يقول لمس كرامتي نعم لأن الكرامة شيء معنوي لو مادي معنوي مو مادي يعني ما لا تلمس إنما هي معنوية فهي قال مس كرامتي ولهذا شيء يقول لا يمسه إلا المطهرون يعني لا يستخرج كنوز القرآن علوم القرآن خفايا القرآن جواخر القرآن إلا المطهرون ما قال إلا المتطهرون ومن هم المطهرون إلا المطهرون إلا المطهرون طهر يطهر تطهير إنما يريد الله ليذب عنكم الرسالة أهل البيت ويطهركم ويطهركم طهر يطهروا تطهير من نفس الباب باب التطهير باب التفعيل فإذا نحمل هذا على هذا فتعرف على أن تفسير القرآن ومعالم القرآن ومعرفة القرآن الحقيقي لا يكون إلا عن طريق محمد وآل محمد إذن سمحت شيخ فيه دقيقة قبل أن أخذ الفاصل الآن جنابكم توضحون معالم الإشكالية وكيف تتحول الإشكالية التي يتوهم البعض أنها إشكالية تقسم ظهر العقيدة الشيعية كيف تحول بكلمات بسيطة إلى إشكالية على من يشكل علينا نحن لدينا علاقة واضحة بين أهل البيت أهل البيت عليهم عبدالصلاة والسلام والقرآن الكريم على اعتبار أن القرآن الكريم جاء ليوضح مفاهيم وأهل البيت كانوا المصادق لتلك المفاهيم هل هذا فيه خطأ؟ المصداق الأفضل والأسمى والأحسن والأدق هم آل البيت سلام الله عليهم إذا أردت أن ترى تطبيق القرآن الصحيح تجده عند من؟ عند أهل البيت وعند شيعة أمير المؤمن المولانا فالقرآن دستور عام لكن للأسف الأخذ من القرآن صار خطأ يعني كل يعرف من القرآن شيء ليس ذاك الرجل قال يكفينا كتاب الله حسبنا كتاب الله هذا حسبنا كتاب الله شاهد ليش وعد يدبع بالثاني الآن لماذا هذا الخلاف؟ إذا حسبنا كتاب الله وفيه كل شيء طبعا فيه كل شيء لكن تفسير وتعبير القرآن الكريم ومفهوم القرآن وفهم القرآن الكريم لا يكون لأي شخص مولانا شيخنا العزيز إذا أخذت معرفة القرآن من منبعه من أصله ستعرف القرآن وإلا هذا لم يقعد يقرأ القرآن يقرأ القرآن ويذبح الناس ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ويذبح الشيعة ها؟ هاي معرفة بالقرآن؟ أحد الأخوة المجاهدين الأعزاء اللي نجا من أياد اللعناء ينقل قصته يقول دخلون في محكمتهم في محكمة هؤلاء اللعناء يقول فسألني أحدهم قال لي أنتم روافظ سنمثل بأجسادكم أنتم مشركون يقول أنا لا إرادي قرأت هذه الآية قلت له بسم الله الرحمن الرحيم وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا يقول تفت إلي بحالة تعجبية قال لي عجيب أنتم الروافظ تقرؤون القرآن وتعرفون القرآن قلت له نعم نقرأ القرآن ونعرف القرآن وكذلك أقرأ لك آيات من القرآن زين فإذن الحالة وصلت بحيث هم يدعون قراءة القرآن ويذبحون الأطفال ويذبحون النساء ويذبحون الأبرياء سمحت شيخ أقف عند هذه النقطة لأذهب في فاصل وبعد الفاصل أكمل وإياكم إذن مشاهدين الكرام فأطلوا ونعود إليكم بإذنه تعالى حياكم الله من جديد مشاهدين الكرام حياكم الله سلامكم الله مولانا العزيز بارك الله فيكم بعد أن كنا في محور الأمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل البيت عموما سلام الله وصلاةه عليهم والقرآن الكريم الآن محور آخر كانت روايات كثيرة وردت بحق أمير المؤمنين حتى أن البعض بدأ بالتوهم بدأ يشكك فيه على اعتبار أنه قرأ كثرة الروايات وهناك أكثر من رواية إشكاليتي ليست هذه إشكاليتي كثرة الروايات بلغة مغايرة يعني علي مع الحق والحق مع علي وهناك علي مع الحق والحق مع علي يدور معه أينما دار المقصد المضمون واحد والروايات مختلفة والتعبير مختلف ما الكثرة ما السبب لهذه الكثرة السبب على ذلك مولانا أنت تعرف أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه عنده أداء كثيرة جدا من ذاك العهد وإلى هذه الساعة وتبقى أعداء علي بن أبي طالب إلى يوم القيامة لأنه أكو براز بين الحق والباطل وأكو قتال بين الحق والباطل فعلي هو الحق ومن يقاتله هو الباطل فخلال الفترة الرواية التي يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقولها مرة وفي زمان واحد كانت الشبهات تكثر على علي بن أبي طالب سلام الله عليه فالنبي كان يذكر المسلمين في أوقات في أزمن مختلفة وفي أمكان مختلفة مثلا لما يقول هذه الرواية أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى رسول الله ما قالها مرة ترى ما قالها مرة مرات عديدة جدا في أماكن مختلفة وفي أزمنة مختلفة وأمام ناس مختلفين الآن تنصيب علي بن أبي طالب للولاية والإمامة نحن نقول أن رسول الله نصب علي بن أبي طالب في وقعة الغدير وهو خطأ إنما رسول الله نصب علي بن أبي طالب في أماكن مختلفة وأزمنة مختلفة لكي تهدأ الأصوات لأن في كل وقت كل ما يمر الزمان كانت أعداء علي بن أبي طالب تكثر تكثر الشبهات تكثر الروايات ضد علي بن أبي طالب تكثر ولهذا تأتي إلى الرسول للرسول صلى الله عليه وآله 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 وآ أبو تراف كما يعتقد البعض أنه فاطمة الزهراء سلام الله عليها وحتى فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها من آذاها فقط آذاني نحن نقول الرواية عامة قالها رسول الله يقولون لا إنما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان متألما من علي بن أبي طالب لأنه آذا فاطمة الزهراء أراد أن يتزوج ببنت بأمرأة في حياة فاطمة الزهراء فالزهراء زعلت تأذت تألمت الزهراء سلام الله عليها وخرج من البيت لأيام نام في المسجد كان علي بن أبي طالب ينام في المسجد لأن الزهراء غاضبة عليه فدخل النبي وراء الزهراء غاضبة وقال من آذاها فقد آذاني لا حول ولا قوة إلا بها تقبل هذا الكلام يعني هذا الكلام تقبل أنت العقل يقبل ذلك عقلا عقلا ونصا غير مقبول الرواية موجودة الآن عندهم ويتبجحوا بها ويذكرها على قنواتهم على القنوات تذكر يعني لم يبقى إلا أن يقال أن علي بن أبي طالب هو الذي كسر ضل عزارة هو الذي آذى فاطمة الزهر هو الذي أسقط المحسن وهو الذي باع فدك لكن انظر للحقيقة الحقيقة التاريخية لا حتى العقل لا العقل ولا النقل يقبل ذلك زين لما رسول الله يسمع هذه الشبهات ويعلم أنه سيأتي زمان يقال عن علي بن أبي طالب كذا وكذا زين حتى المغالق احنا نشوف لا إفراط ولا تفريط زين أكو ناس غالوا في علي بن أبي طالب فهم في النار والذين لا هؤلاء بخسوا حق علي بن أبي طالب هم في النار على اعتبار أن علي هو الصراط المستقيم هو الصراط المستقيم خلاص الحد الوسط هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولهذا الآن اتهمونا من هذا الجنب وجانب آخر خان الأمين خان الأمين خان الأمين من اللي قال خان الأمين أرأيت شيعي حتى لو كان أمي أصلا أنا الآن أقولها أمام العالم أمام الكاميرا ما عدنا سيعىmap بعض الشيعم clarification حتى ما سمعتح بهذا الأمر لو سمعوني هم خان الأمين أن الأمين جبرائيل خان خان برسالة الله سبحانه وتعالى فالرسالة لي علي بن أبي طالب أعطاها خطأン المن خان و أعطاها لرسول الله لماذا نتشهد لمحمد بالرسالة لو كنا نقول الأمين خان الأمين ، خان الأمين خان الامين لماذا أقول أشهد أن محمد رسول الله لو كنت متيقنا من أن الأمين أتى لعلي سلام الله عليه وخان علي وذهب إلى محمد لماذا في الأذان الشيعي أشهد أن محمد رسول الله زين لو كان هذا لا قلنا أشهد أن علي رسول الله ولهذا عندنا مغالاة في هذا المجال عندنا إفراط وعندنا تفريط بعضهم من بخس حق علي بن أبي طالب وبعضهم من أعطى علي بن أبي طالب أكثر من مقامه وسموه أنه يعبد علي بن أبي طالب نحن لا نعبد علي بن أبي طالب سلام الله عليه ولا نبخس حق عليه وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه وآله أوضح العلاقة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وبينه وبين ربه أنا عبد من عبيد محمد أنا عبد من عبيد محمد يعني قمة التشيع هي الإيمان بأن علي سلام الله عليه هو عبد الله عبوديته لله تتمثل بخدمته لمحمد صلى الله عليه وآله والروايات كثيرة تتواتر إذ تقول واحدة من الروايات كان إذا اشتدت بنا الحارب ومضمون الرواية لذنى برسول الله صلى الله عليه وآله صحيح صحيح فعلي بن أبي طالب موراه هو المصداق الأول للإسلام إنما لم أقول الأول فهو الأفضل المصداق الأفضل للإسلام ماذا تنظر إلى علي بن أبي طالب من أي جنب من أي جانب الآن تتكلم عن علي بن أبي طالب حقيقة حير العقول علي بن أبي طالب الآن النصارى احتارت في حقيقة علي بن أبي طالب حتى اليغود احتارت في حقيقة علي بن أبي طالب حتى أعداء علي بن أبي طالب سلام الله عليه احتارت في مقامي وشأني هذا الرجل عجيب عطاء عجيب كلام في شجاعته في إبائه في عزته في علمه في تفسيره في كلامه في درايته علي بن أبي طالب هذا الرجل هذا الرجل الذي كان يلبس الدرع من جانب واحد يلبس درع الأمام درع الخلف لا يلبسه علي بن أبي طالب سلام الله عليه فقلوا له لماذا يا أبو الحسن قالهم لأني لا أفر ما أفر ما أركضانا ما أنت ظهر ما أدبر خاطر واحد يتربني من الظهر من القفاء أنا أقبل ولا أدبر قالوا له يا أبو الحسن يمكن واحد يجي من الخلف يعبرك منه يعبر منك ويضربك من الخلف قال لا أبغى الله أبو الحسن علي بن أبي طالب إن مر على أحد سالما ولم يكن ميتا يعني أخلي واحد يعبر يشير وراي يضرمني ما أخلي هذه الشجاعة علي علي بن أبي طالب اسمه علي بن أبي طالب كان رعبا في قلوب الأعداء شيخنا العزيز رعب رعب لما يدخل علي بن أبي طالب في ساحة القتال الناس تقف الشجعان يقفوا لأنهم كلهم يعرفون أنه علي بن أبي طالب شجاعة الشجعان كانت تتجلى في الجبن أمام علي بن أبي طالب وبالفعل ولهذا الإمام هو يقول ما قاتلت شجاعا إلا وساعدني خوفه على قتله لأنه يخاف من عندي فخوف اللي يقتله ولا أنا ما أقتله خوف اللي يقتله فإذا ماذا نقول عن علي بن أبي طالب اسمه علي وهذه الروايات بكثرة بكثافة مولانا أخفوا فضائل للي علي بن أبي طالب لا تعد ولا تحصى وأحرقوا كتب مغداد لكن يا أبا الله لا يؤتب نوره خلاص أخفوا فضائل علي بن أبي طالب بالمئات كان تكفيريا يقول كنا في حلقة البحث وأتيت لشيخي لشيخه فقال له يقول فقلت له أنت قد تجاوزت على علي وأنا لمدة بحثت في حياة علي لم أجد مثلب واحد فيها يقول له أخرج من الدرس يقول فطردني لكني إلى الآن سلفي لا أفهم شنو القضية لا يعني أنا تكفيري أصلا لا أفهم شنو الموضوع ما أدري شنو السالف هذا قلت له هذا الحشي حشيت بهذا الأسلوب بأسلوب علمي قلت لأني هذا الرجل أنت حشيت عليه لكن ما لقيت لفض مثلبه بحثت يعني بكتبنا ما بحثت بكتب الغير يقول فنقيش في حيرة من أمري حتى باللطف الإلهي يرتسم لي عن طريق الرؤى وأحد الأخوة والآن هو يدرس في إحدى الحوزات ويفهم ما معنى علي وبدأ ينقض على الفكر التكفيري بطريقة بطريقة العالم العامل هو يعرف مكان من الخطأ أي يعرف من أين يدخل إلى هذا الفكر والله من على يديه أن مجموعة كبيرة من الأساتذة التكفيريين تحولوا إلى بالفعل المولايي علي بن أبي طالب هو الخط الوسط علي بن أبي طالب الآن أنا أقولها وأقولها بصراحة شهد الله علي وعلم وكل من يسمعني من غير الشيعة طبعا ما من أحد درس حياة علي بن أبي طالب خلال تجربتي أنا أنا عندي تجربة جدا كثيرة وكبيرة شيئة هنا في الحوزة يعني يمكن تشوفون اللحية سوداء لكن أنا تجربتي جدا كثيرة في الحوزة أنا خامس ابتدائي وأدرس الحوزة وأتعامل مع العلماء ومع ناس سهواء يعني وأنا صغير مدحد حركبرني وأركض مع الشيوخ شائر الكتابات وأركض للحوزة العلمية أدرس أكاديم وأدرس حوزة كان هذا ديدني يعني عندي تجربة باع طويل في الحوزة زين وخلال تجربتي أقولها مما سمعت ومما قرأت ومما نظرت ورأيت وجلست والتقيت ما من أحد من غير الشيعة درس حياة علي بن أبي طالب إلا واستفسر أقولها بذرس قاطع بذرس قاطع أقولها حتى لو قرأنا لو جرينا استبيانا لأسباب استبصار المستبصرين لو وجدنا أن أغلبها أما الزهراء عليه السلام أو أمير المؤمنين نعم نعم أقصد أنه ما من أحد مولانا قاعده ما من أحد درس حياة الإمام عليه السلام والله بشكل صحيح يدرس الحياة إلا واستفسر إلا وتشيع لأن يعرف الحقيقة لكن الجماعة أخفوا حقائق علي بن أبي طالب تكتيم وتعتيم كامل عن علي بن أبي طالب وعن أهل بيته علي بن أبي طالب الحرب قائمة مولانا على علي بن أبي طالب هذا الرجل الذي شيد الإسلام أنا لا أعرف لماذا الحرب مع علي بن أبي طالب ولماذا القتال ضد علي بن أبي طالب وهذا الرجل ما عنده أي مثلبة وما عنده أي حقد أي حقد حتى على قاتله لماذا تحملون الأحقاد على علي بن أبي طالب لا أعلم حتى على قاتله حتى على قاتله أطعموه من طعامي أسقوه من شرابي ما تسقوني أسقوه هذا القاتل ما تطعموني أطعموه شنو هذا هذا النفس وين تلقى هذه الأخلاق الأبية هذه الأخلاق السامية لا تجدها عند أحد والله لا تجدها عند أحد إلا عند علي بن أبي طالب حقيقة عجيب والله حير العقول والألباب رجل يأتي لعلي بن أبي طالب يجري عليه الحد سارق يجري عليه الحد وماخذ صابيع بيده ويركض ويقول قطعها أمير المؤمنين ويعسوب الدين سيدي علي بن أبي طالب قتلها خير العرب والعجم أو قطعها خير العرب والعجم عجيب أقطعها وتمدحه قال لأني أعلم أن علي بن أبي طالب لا يحكم إلا بالحق لا يحكم إلا بالعدل فهو المنصف علي بن أبي طالب وهو العادل علي بن أبي طالب ولهذا قال رسول الله في حقه علي أعدلكم علي أقضاكم علي أعلمكم علي أشجعكم علي 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 كل علي كل علي كل علي الإسلام بدون علي بن أبي طالب لا يقف مولاه لا تقف له قائمة صدقوني والله لو لا علي بن أبي طالب خيمة الإسلام تسقط لأن عمودها هو علي بن أبي طالب باق وذكرك في الأذان يردد والكون في ذكر الولي يغرد فبدكرك التوحيد قام نداؤه وبدون ذكرك لا إله يوحد الأصل أنت إذ الأذان زيادة تفنى وباق أنت أنت الفرقة سمع الشيخ وصلنا إلى لحظات ختام هذه الحلقة ولا زلنا في رحاب علي ولا زلنا في رحاب محراب الشهادة حلقة قادمة ستكون إن شاء الله أقرب وأفضل إلى الله تعالى عز وجل شكرا جزيلا لكم خادم الزهراء الشهيدة سلام الله عليها الشيخ مهدي الطرفي شكرا جزيلا سمع الشيخ إذن مشاهدين الكرام هي حلقة قد انتهت ولا زال علي على قيد الحياة حي يرزق بانخياس الله وحي يرزق بانخياس الناس الأنفاس لم تنتهي والكرامة والكرامات لن ولم تنقطع هو علي جربوا واطلبوا منه وتوسموا وتوجهوا إلى الله تعالى بجاهه وتوجهوا إليه بجاه الله عنده إذن هو علي ولنا ملتقى في أمان الله علي من مات ظلمسته حشي لي والكون ارتبك وتحية رحمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة